اشتركوا في القناة والشخص اللي عم يحكي اختباره العائلة اللي عم تحكي اختبارها هي اختي وزوج اختي اختبار اختبرنانا احنا كعائلة اكتر هنا نختبروه وبيحكونا اختبارهم وقصتهم وشو صار معهم فخلينا نشوف مع بعض شو صار مع سامر ورين بلشة قصتي مع المرض قصة طويلة بوجع ظهر بعدين هيدا الوجع صار هيك فيه صار نوع من الوجع ينزل على البطن وعالخواصر بعد جولة طويلة على الحكمة وتصاوير وتحاليل طلع معي كتلتين كتلي على الرئة وكتلي على الضلع الايسر انا اول شي لما عرفت انه هيك صار فيه معي الكتلتين فرحت كتير وحسيت انه الرب عم بيخصني باختبار كتير اوي وكتير كبير على قد ما كان سامر فرحان ومبسوط بالرب ومبسوط بهيدا الاختبار انا كنت اخذت منحة تاني كليا كنت حزينة كتير كنت ضعيفة كتير وكان الخوف مالي قلبي وصرت عالتي بالرب ولومه وقال له يا رب كيف كيف ممكن انه نحن ولادك يا رب انه يدخل المرض بهيدا الطريقة طب ليه وين عدلك سامر عمره 39 سنة كيف لحتى ينصاب بهيك مرض بعمره يمكن ما دخن ولا حتى قدر يشم ريحة الدخان كيف لحتى يصير عنده شيء او كتلي على الرئة حتى قبل ما اعرف النتيجة كنت كتير في حالة خوف عملنا تحاليل اخذنا اول خزعة من العضو وكانت كتير كتير صعبة وفي وجع كتير قوي طلع اول تحليل الخزعة كانسر انا شوي زعلت وهيك صرت عاتب الرب بعدين قال لي الرب روح على سفر ايوب وفتاح وقراء الاصحاح ريت وكان مكتوب بالسفر شد حقويك كرجل أتستذنبني لكي تتبرر أنت البس العز والبهاء وقت عرفت ان الرب عم بيهيئني وعم بيحضرني لشيء الساق أكبر وأعمق من هيك بتذكر الهلأ كنا بالتخد كنت شوف سامر كيف نايم وبسلام وبفرح وأنا كنت في حالة رعب يعني كنت كل عضوهم كانت كل عم ترجف وفي حال سهيت طبعا ما في نوم أبدا لكن في حال سهيت كنت قوم مرعوبة بوقت من الأوقات وبيليلة من الليالي قلت له يا رب أنا بدي يكون مثله وتذكرت يسوع بقلب العاصفة كيف كان هو نايم ولما طلعت على سامر عنجت حسيت قدي يسوع كان هو اللي موجود فيه ما كان هو الإنسان طلعت عليه وحسيتنا يا رب أنا بدي يكون مثله وتذكرت التلاميذ كيف قدي كانوا خايفين والموج حواليهم والدنيا قايمة وقاعدة لكن يسوع كان نايم بأمان وبسلام قلت له يا رب أنا بنتك ونحن أولادك إذا بوقت العاصفة وبقلب الديء ما حسيت بهيدا السلام الحقيقي يلي أنت بتوعد أولادك فيه يلي أنت مرأت كل تلاميذك فيه يلي بولس بقلب السجن كان حاسس بهيدا الأمان وبالسلام واليوم سامر مريض وأنا أكيد عم نعاني من شي صعب إذا ما رح نحس بهيدا الفرح وإذا ما رح نحس بهيدا الأمان يا رب أنا ما عد بدي يكون بنتك ما عد بدي ياك بعد ما طلعوا التصاوير والتحاليل أنه خلص كانسر وسبت القصة خلص رحنا عند أول حكيم قال لي خلص رح تعمل جلسات أشعة لأن فقرات ظهرة كثير متأسرين الكتلة العرقة ضار بالعامود الفقري وضار بالفقرات بالظهر أخذنا موعب وعأساسه أنه بدنا ننزل نعمل أول جلسة أشعة للفقرات وتاني نهار مباشرة رح ناخد أول جرعة كيماوي بهالوقت بالليل دخل الرب بطريقة كتير قوية عن طريق أقرباني وعرائبيني أنه شارع لي أنه أعمل استشارة تانية يعني ما بتكفي استشارة وحدة عند حكيم أعمل استشارة تانية وكان الأمر ورحنا نعمل استشارة تانية فقال لي الحكيم أوكي ما في مشكلة أنه أمورك كانسر ووجع ضهرك أمورك كلها يعني تعبانة وفقرات ضهرك كثير كثير سيئة بس أعمل هالتحليل إلا هو لما أقل لي أعمل هالتحليل أنا صراحة ما بعرف ليش يعني ما عندي فكرة إنه شو السبب التحليل هيدا التالت قلت له أكي خلاص ماش الحال رح نعمل هيدا التحليل اللي منو عمله بعدين منحكي ريم و سامر كانوا عايشين هم بلبنان لوقت معي يمكن الناس شوي بتعرف أول ما بيعرف كانوا عايشين بلبنان و سامر يعني بصحته نلعب طابة وكذا وهايك ومع بعض و مرة من المرات صار يشكي كتير من وجع ضهر و من وجع بالصدر كتير كتير صار مؤلم حتى بذكر مرة راح على سوريا ليعمل تحليل و دايما لما بيرو عند الدكاترا بيقولوا ما فيك شي كله بخير واجع ضهر عادي عمول تمارين عمول أي شي و هنن هوني باللبنان كانوا متل أي حدا سوري هلأ باللبنان بصراع الفيزا بدي ضل شو بدي أعمل نحن عيلي شو بدنا نساوي كيف بدنا نشتغل كل هيدا الأشياء فجأة بالكريسمس رجعوا ريم و سامر على سوريا و قرروا أنه يبقوا بسوريا و بهذاك الوقت أنا بدي أحكي عن حالي أنا مكت عم بفهم أنه طيب شو اللي عم يصير يا رب جبتهم من سوريا ظلوا تقريباً 8 شهر باللبنان انفتحت بواب و سكرت كثير بواب ما عم بفهم ليش و طيب ليش هلأ رجعوا ليش هلأ سكر الباب حتى وقتها بذكر سكرت اللحدود بالمرة يعني ما بقى يمرق حدا حتى الحيوانات بطلوا يمرقوا من اللحدود كله سكر فرد مرة بتسكيرها فصرت قلت أنه يا رب شو يعني ما بعرف شو كيف شو بدك و فعلاً أنه كنت حمسلي و عمقول يا رب يمكن أنت شايف شي نحن ما شايفينه وبعد تقريباً بشهر بعرف أنه سامر تقريباً وصل لمرحلة بطل يقدر يمشي بطل يقدر يمشي و وجع بظهر صار كثير قوي بطل يقدر يتحرك كانت كثير حركت و عم تكون تقيلة بس كثير الوجع مؤلم بشكل غير عادي و راح على الشام وهيدا الاشياء وقت كان بالشام و عم يعمل التحاليل و عم ياخدوا الخزاع و هون بعرف قديش موضوع صعب على أختي و بعرف قديش موضوع صعب على سامر و صعب على عائلة كلها كان لأنه صدمة و فجأة و الشي الحلو الشي الصعب مش الحلو أبداً بقلب الاختبار يعمل التحليل يقول له ما في نسبة أنه يطلع كانسر فكان كل الوقت في وجع في ألم بس ما عم يعرفوا ليش و دكاترا كثير عم يقول له أنه لا لا ما بيطلع كانسر و فجأة بآخر تحليل طلع أنه لا كانسر و هيدا الكنسر ما بيتعالج ما بينعمله عملية حصلا لازم يتعالج و طبعا في جزء تاني هلأ رح نسمعه و لش حكيت أول المقدمة قلت أنه أيام نشوف ربنا بيتدخل بتفاصيله بطريقة كبيرة و بيشفي و هو قادر يشفي بس أنا بحب اختبار سامر ربنا تدخل بالتفاصيل الصغيرة ربنا حكي عن طريق عائلته لما قالوا له روح استشار دكتور تاني ممكن هيدا اللي رح نشوفه هلأ بالريبورت تاني إذا بتحبوه نشوفه بنرجع بحكي بلشت قصتي مع المرض بوجع ظهر صرت عاتب الرب ولومه و قال له يا رب كيف طب ليه وين عدلك أول تحليل الخزعة كانسر زعلت صرت عاتب الرب إذا ما رح نحس بهيدا الأمان يا رب أنا ما عد بدي كون بنتك ما عد بدي ياك صرحنا عند أول حكيم قال لي خلاص صرح تعمل جلسات أشعة لأن فقرات ظهرك كتير متأسرين وسط هالقصاص وهالأمور هيدا الصعبة اللي كنت عمر فيها شي طبيعي أول شي الإنسان لما بيواجه هيك مرض أنه يفكر بعيلته يفكر ببناته بس بأمانة أنه أنا ما كنت أبدا 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 ما كنت عم فكر إلا أنه أشهد للرب وخبر الناس السلام اللي وضعوا الرب بقلبي لحتى أشهد عنه وهو ربنا بنفس الوقت رح يحمي عيلتي و رح يزرع السلام بقلبهم لما طلبت الرب وقلت له يا رب أنا بدي حس بهيدا السلام وقلت له يا رب أنا بجي لعند إجريك و بقلك يا رب أنا بدي ياك هلا بقلب العاصفة و قبل حتى ما أعرف أي نتيجة قبل ما أعرف إذا كان كانسر أو لا في حال كان كانسر أو لا أنا بدي ياك هلا شوف قوة إلهية اللي كل عمري من أنا وصغيرة برنم له و بسبح له و بقول له أفرحنا بيك طول الطريق بالدي وبالألم وبالحزن أنا هلا بدي أختبر هيدا الشي وفعلا حسيت الرب يوم عن يوم عن طريق سامر و عن طريق قوة إيمان سامر و عن طريق تسبيت عيوني عليه و على وعوده و عم بيشيل الحجار حجرة ورة تانية من على قلبي و عن جد بلش السلام يدخل بقوة لهذا البيت و ما أخذ حتى وقت طويل يعني كانوا فترة قليلة تقريبا عشر ولا خمسة عشر يوم و كان الرب عن جد عم يملاني بسلام بطريقة غريبة أنا ولا ممكن كنت أتخيل في يوم الأيام أن ريم تمر بهيدا الظرف و تكون هل قد حاسة بسلام قاعدين بالمشفى أنا و ريم كنا عم نرنم و عم نصلي عم إلا لا ريم بكسراحة أنه عندي إحساس من جوة طبعا أنه ربنا رح يباعد عني الكيماوي قلت له سامر أنه ما رح نصعب يعني القصة يعني كتير على حالنا نحن بننصلي بنقول أنه أنه رب رح يدخل حتى بالجرع الكيماوي ممكن الرب أنه ما يخليك يمكن تحس بتأثيرات جانبية ممكن نصلي أنه رب ما يحسسك بتعب أنت و عم تاخدن لكن رح نتعامل مع الرب رح نتجاوب مع الطرق و مع العلاج لحتى الرب يوصلك للشفاء الكامل بس عن جد أنا جواتي كنت حسيت أنه شو هيدا الإيمان يا رب شو هيدا الإيمان يعني صرت إله بقلبي يا رب سامر بيستحق هيدا المعجزة على قد الإيمان الكبير يلي كان بقلبه طريق مسدود والدكاترك كلهم عمي وصفوله قديش عيار جرعة الكيماوي هو بيقلي أنا حاسس أنه الرب حيباعد عني الكيماوي كان عندي هالشعور الأوي الكتير اللي من الرب آخده أنه ربنا رح يباعد عني الكيماوي التحليل لا يطلع شي ثلاث أربعة أيام قاعدين أنا ورين بالمشفى كنا عم نرنم و عم نصلي وتحدين الترنيمة بسكرة ما رح تروح من بالي أبدا إلهنا أمين إلهنا رحيم حافظ عهده سنين و سنين وكان في قوة عجيبة بوقتها يعني كان في كتير كتير صلة من القلب عم تطلع بيجينا تليفون من الدكتور بيقلي مبروك أنت طلعت نتيجة التحليل قبل وقتها والرب استجاب لصلاتك و أنت من الأشخاص اللي عشرة بالمئة اللي بتطلع نتيجتهم هيك واللي علاجهم رح يكون بالحب كان تليفون عن جد مباشر من الرب لقلنا أنه أنا سمعت صلاتكم تليفون بغير موعده بغير وقته وقلنا أنه مبروك أنه سامر طلعت نتيجته إيجابية فيه ياخد حبوب ويباعد عن الكيماوي والحبوب ما إلا أي تأثير جانبي لحتى يتكمل شفاءه أنا هون عن جد صدقت وآمنت وأعلنت كل يوم كان عم يمرق علينا كنا عم نصدق وعم نعيش اختبار جديد أنه إلهنا قادر وكانوا يقولولي كمان أشخاص كتيرين أنه آه شخصيتك وقوتك وإرادتك هي اللي طلعتك أنا بصراحة اللي طلعني أول شغلة هو إيماني بالرب وثقتي أنه هالإله قادر يطلعني من هالأزمة ويطلعني وهو سمح بهالاختبار هو قادر يطلعني من هالاختبار اللي ما رأيت فيه فلا شخصيتي ولا إرادتي ولا أي شيء هو أنا بس شغلة وحدة اللي خلتني أقدر أطلع وخبر هلأ أكون واقف أدام هالناس وأحكي اختباري هو ثقتي بالرب وأنا بإياه وبكل دقيقة كنت صلي أنه يا رب خليني عند رجليك أنا أنا ما بدي شيء أنا ولا شيء ولا ولا شيء أبدا يعني أنا بس مجرد أنا بإياه عند رجليك بكفيني وقادر أخذ ثقتي وأخذ قوتي وعزيمتي من شخصك بس نحن اليوم فرحانين كتير بالرب ووثقين بشفاءه الكامل لأنه ومننا خايفين من شيء ووثقين بإيديه يلي هي على طول بتحملنا نحن اليوم محمولين عم نحس أنه الرب هو اللي حاملنا منا قادرين نمشي ما عنا قوة نمشي فيه على أجرينا لكن إلهنا هو اللي حاملنا عم نحس بإيديه كيف هو غامرنا وهو عم يشيلنا على مرتفعاتنا وكل مرة منقول له يا رب شكرا أنا بعد لسه منشفة وأنا عم بعلن إيماني بإيمان وبثقة أني أنا مش فيه ورح كون مش فيه لأني واثق بإلهي لأني أنا إن كنت هون على الأرض أنا ممسوك من يسوع أو انتقلت على السماء أنا كمان ممسوك بيسوع فهذا هو اختبار سامر و اختبار ريم اختبار بالحقيقة ما بعرف شو بدي قول يمكن أنا دائما بقول و بقول أن يا رب بدي سبحك بالوقت الصعب وبالحقيقة أكتر الشي يعني يمكن لما الوضع شوي قرب على عائلتي كنت أنا محتاج من يشجعني ما كنت عارب بشو بدي شجعه والحلو دائما إنا كنت نتصل بسامر حتى أحكي معه أو أجرب شجعه كان هو يشجعني أكتر ما أني أنا شجعه فاختبار بالحقيقة بكل التفاصيل الصغيرة مش بس أنه هو واحد من 10% هو لليوم منشفه لليوم إذا منفكر فيه كانسر بالعمود الفقري وفيه كتلة بالرئة وهيد الكتلة ما بتنشال رح تبقى معه كل العمر بس ما إذا ما صار شي ما بتأزله شي بيحكي عادي وكل شي بيحكي بيحكي عادي بس ما بتنشال يعني أنت عايش مع شي ما بينشال بعمل جراحي بشي بمحل كتير دقيق وما بينشال بعمل جراحي عم تتجاوب فيه تجاوب كتير كويس وقوي بنفس الوقت فيه كتير دقيقات بالحياة ما هنم بسوريا بوقت حرب بوقت منه سهل بس مع هيك متمسكين بالرب وما بعرف نحكي بعدين نظر مش رح دال أنا أحكي كل دقيقات مش معقول شو هالشهد الرائعة عن جد قديش بتخجلنا لأنه كتير أوقاتها كل واحد منا بيسأل يا رب ليش بيسأل يا رب شو إيرادتك من هالموضوع يا رب ليش سمحت بهيدا الوقت يا رب ليش بهيدا الطريقة يا رب ليش هيدا الشخص شغلي كتير قلت ريم أنه بعده بعده عمره صغير يعني كتير كنت كتير فكرت صراحة معني وقت الواحد يشارك باختبار دايماً بتذكر هو اختباره كمينا أنا كتير في نوافق الرأي مع ريم ومع سامر قصة السلام يلي أنت واحد ما بيفهم عن جد من وين عم يجيها السلام يعني بيخضم المعركة بيخضم الوجع والألم إن كان عاطفي أو إن كان جسدي عن جد قديش حلو الواحد يختبر هيدا السلام صح إنه يا رب أنا هلأ متضايقة مش عارف شو بدي يسير بس فيه سلام جوه عن جد قد ما الواحد يشرح هيدا الموضوع ما فينا يشرحه مش متل ما الواحد وقتا يختبره صح يعني أنا كتير فيني افهم وتتقول ريم وتقول سامر إنه سلام ما فيك ما فيك تختبره يعني سوري مش ما فيك تختبره أكيد فيك تختبره بس ما فيك تصفه بقديش حلو وقديش حلو إنه كمانا قديش وقعية كان يتريم إنه إيه يا رب إنه هيك تذكر داود إنه داود تعرف عنده طلوع ونزول وأكتر واحد كان تحسه وشفاف أمام الرب قديش حلو إنه كانت عم بتقول وعم بتسأل يا رب ليش؟ بس حلو قديش الرب دايما بيخدنا على قد على قد تفكيرنا قد ما يكون تفكيرنا بركي ما عمل فكر على المدى البعيد بس الرب هو صالح والرب هو أمين وعن جد ما عارف كتير تشجعت من هالاختبار الرائع أنا يعني موضوع المرض صار مع شخصين أو ثلاثة بس رح أذكر اتنين تا احترم التالت كمان من الجروب طبعنا بس أنا رح أذكر هلأ اتنين هو أسيسة اللي اليوم معيد هون هو فوق وأم خيّة بقول له لشخص هو شبينة خيّة ما فيه لكم لصة صعبة لأليه وما بدي أقام الحالة ولا القوي ولا أنه بقدر أقول كلمة دايما بس أطلع فيه كوم مرض يعني ما رأيت بشي بستحي خبره قدام هيك اختبار إنه بس مرأت ورح أقوله بس أقول كل واحد بيمشي بالحياة عقد اختباراته مرات مرات بتطلع بقل له شغلة وحدة وهيدي بشددها للكل بقل له لو ما إمنت فيك ولا مستك ودقة طعمتك الطيبة بس مرات مش طعمتك اللي مش طيبة عدونا اللي هو الشيطان والبولوشن على الأرض إذا بنا نفكر مرات بالأمور الكانسر وهيك بصيروا الناس يشارعوا وين الله وين الله ما حرقته الأرض وين الله ما زبالة عم نتنشأه وين الله عم ينزدت أنابل بسوريا مش عادية هشت بقى تقوله وين الله في شغلة واحدة بقل له إياها بقل له لأنه بقلكم إنه عم صليله لإيمان حبة الخردل صراحة بعدني أنا صار لي ستة شهر بصلي بإيمان فيه كتير وقف حد بكتير أمور بس مرات فيه أمور بتطلع فيها مثل موضوع المرض خزقني كسرني تعبني رجعني ألف خطوة لورا وقته الأسيس ميت بالنسبة لإليه كمّل حياة الرائعة لأن بيأمن بياسوها بس بالنسبة لإليه عم بحكي على الأرض ما بدي أقعد أحكي أحكي هيدا كسرني بشكل رب أدي أرجعت كسرت حالي وركعت عركاب الرب أنا وعم صلي بحياتي تأرجع عندي قوة لأنه عن جد صرت حس حالي قاعد بزاوية بأمن بالرب بقوة بس مش أكتر لا بأمن فيه لأنه لمسته بحياتي اليوم وقته بدي أحكي مع الشبيب بقلن ما تأمنوا بحماس لأنه بيجي نهار الموج وبيخبط لكم بايتكم اللي من رمل وبيروح إيمانكم بدكن تأمنوا وتقولوا يا يسوع عندي هالشغلة بدي ألمسها أنك بدك تحررني منها وقته بنتحرر من أمور مستعصية بالحياة أنا عم بحكي لأن جيت من الخطايا من الأيود ومن سناسة للجنازير اللي شيطان كان مربطنا فيه وبعرف ودايما بقول في أمور ما منقدر نحكيها على الهواء من قبلتنا ما قدرنا نشفي بحياتنا وقتها بيجي واحد يعني رح عاطل بس الإكزامبلتين فهم إذا كد كل حياتي شك حالي إبري إبري كل حياتي ما بتقفل إبري رحت عند رحت عند أطبة نفسية ما زبطت رحت عند حكمة بأدوية ما زبطت وقتها منوصال إنه وقتها ذكرت اسم ياسوع وأخذت وقت بس وقتها ذكرت اسم ياسوع وركعت قلت له شفيني 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 من كتير بس اعتبروا الإبري دا نفهم والإبري ما عدت موجودة لقلي وقتها بمرق باختبار صعب ببيتي أو مثل ما هلأ عم بسمع ريم عم بيقوله أو الأسيس ميت تعرفوا شو بتطلع فيه بقوله زعلان منك بس ما فيه أتركك ولا ثانية عرفتك موجود هيدا المشكلة الكبيرة اللي بتمرق بالإيمان رح نزعل منه ونشارعه وناطر بالسماء قال له طب ليه هيك صار هون لأنه ما علي أنا 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 شخص إنسان أنا مني إليه أنا ما بقدر لو بيقوله الراب غير طرق وهيك ولو بيقوله هيك في قصة بحبة أنه في بنت ماتت رجعت لأنه كانت رح تكون بروستيتوت أو شيء إنه مرات منحللها كإنسان ما بدأ قعد تحلل زعلان منك مرات عأمور ومقو زعلان لأنه تخزقنا وخفنا وصرنا حاسين إنه الشيطان فيه يعمل لبدو إياه فينا بس بذات الوقت بذات الوقت أنا ما رح أترك إيدك بحياتي لأنه أنا لمستك أنا لمستك وأنا حررتني أنت بقى أنت موجود بس ليهك صار ما بعرف بكرة بس ما بعرف بقى 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 لك إنه موضوع المرض هو تحدي لإليه بحياتي منه هين ولا بترؤ مواعز عليه بعمل شغلي وحده لو هليك اللي أنا صليت لهم واحد منهم مات دغري الثاني صليت لهم دايان خمس سنين أنا هيدا إيماني بس لإليه طول ما حدا مريض أنا بدي أعلن دم يسوع واسم يسوع أنتل تنفسه يوقف حتى هيك هيدا هي أخطة ما بعرف أنا من مرض سامر وراف دامار إذا عندك شي بس بالقصة تعيت مرض سامر عن جد لمست شي أنا لحياتي أنا علمتني كثير واحد هو كيف الرب بيستخدم الألم مش هو بيسمح بالألم وهذا شي حكينا فيه من شي أسبوعين تقريبا كيف الرب بيستخدم الألم الألم بحياتنا موجود وأنت قالت الأرض خربت خلص ما بقى أنا نسأل للرب ليش بيصير أمراض وليش الناس في أمراض بكانسر وليش الأرض ما في شي عم ناكله صحي بظن كله خربان فبس الألم اللي عم يصير الألم أنا بعرف بعرف أختي بعرف أختي كيف تفكر بعرف أختي كيف تخاف بعرف أختي كيف تعتلهم وكنت تفكر يا محلم علينا طيب يا رب ريم صار لها مؤمنة معك قديش صار لها عمر أين ترح تتغير وتبطل تخاف أين ترح تبطل هيدا الألأ وهيدا الكذا اليوم لما بشوف ريم كيف تتعامل هل ريم بتبطل تخاف هلأ بالمية بالمية خلاص صارت لأ طبعا أكيد نحن بيحربوا في عنده بيضل الخوف هيدا القلب الأم بس بنفس الوقت لما بشوف الرب كيف يشتغل بحياته لريم كيف يشتغل بحياته لسامر سامر اللي كان يقول أنه أنا كنت بحلم قاله بالريبورد بس ما قدرنا نطلع كل شي حكا لأنه طويل قال أنه أنا كنت بحلم بيوم من الأيام أشهد لشخص واحد عن يسوع كنت بحلم له يا رب أنا ما بدي شي بدي أقول لواحد بس عن يسوع اليوم سامر هلأ بيشهادته عم يشهاد لكثير ناس والشيء الثاني اللي اختبرته والكثير لمسنا بالحقيقة ونحن كعائلة كثير شجعنا وعمل فرق بعائلتنا وبعائلة سامر هي الكنيسة الكنيسة اللي قعدوا فيهاهم في لبنان وهذا الوقت لكن دايما أسألوا يا رب جبتهم على لبنان قعدوا ثمينة شهر بعدين خليتهم يروحوا ليش كنت خليه بسوريا أوفر يعني بس الكنيسة قديش شجعتنا والكنيسة قديش وقفت حد سامر قديش فيه ناس من الكنيسة عن جد إذا بدي أذكر أسماء حتى هو ذكر بس كمان شلته من الريبورد لأنه كان الوقت كثير طويل فعن جد الكنيسة قديش وقفت حد عيلة سامر وحدنا وقديش شجعوا وقديش كان فيه صلاب الكنيسة أنا بؤمن بمحل معي الكنيسة كمان لما بتوقف بالصغر لما بتكون عم تصلي وبيكون فيه ناس عن جد من كل ألبن ليل نهار ليل نهار عم يصلوا للشخص بشجعوه بيعملوا فرق بحياة الشخص بيعملوا فرق بحياة بيعملوا فرق ككنيسة قدام عيلته وبيشهدوا بتواخدوا كنيسة محلة صح كتير أيام نستسلم لهذه الفكرة أنه خلاص ربنا إذا بدأيش في بيش في آه بس نحن بدأ نصلي أنا ما رح أقول شي زيادة يعني قلته بس كاب ديقول أول شي كاب ديوجه تحية لريم وبدأقول أنه بعد كل سنين اللي ريم صلتلي فيهم ريم واحدة من الأشخاص اللي كانت ساب بني أنا رجعت لعند الرب يعني أنا مثلك بمحاله وقفت قتلوا يا رب باي وفلت بس ريم كانت واحدة من الأشخاص اللي عمدها سنين كل الأشخاص اللي كانوا حوالي يقسوا ورجعوا بينما ريم كان دائما تتابعني فكتير عم يعني هيد الفترة بنسبة لقلي عم أختبر فيها شي يعني أنا صلي لريم مقابل كل السنين اللي ريم كانت عم تصلي فيهم لقلي ومثل ما قال نور إنه عم بختبر إن كان مع الكنيسة وإن كان بيعلقتي معه قديش عمال الرب عظيم بحياته قديش عم بيصنع معجزات قديش عم شوف لما رحت عالبيت قاعدت عنده عشرة أيام شفت الضحك شفت التنكيت شفت اللعب شفت الجو الفرح الموجود للسائد كان وفي نفس الوقت شفت ريم اللي كانت قبل قلها عم يجعني راسي تلي هي دخيلة كله يا دكتور واشو صارت تلي هي كله وجع راس فعنجرة كتير مبسوطة شايف عمل الرب وناطرة شوف الرب اللي رح يكمل بشفاء سامر يمكن اختباري مش لليوم رح ابقى خبره بس وقتا كدت يعني كل واحد بس الرب يحبه بده مخص اكيد مش الرب يبعث المرض بس ازا ما رأنا بشي من شر الارض اوكي الرب بدي يقوينا ويقلنا انه الامتحان او هيدا ينشئ صبرا اوكي ويبينشوا ايمان قوي بعدين مش كمان الآية اللي بنحبه كتير كل الاشياء تعامل معا للخير الذين يحبون الله اوكي فيه اشياء والمرض هو واحدة من هذه الاشياء اللي ممكن تجي بس انا كيف بدي اتعامل معه بدي ايو اس اذا انا مؤمن بالرب وعارف عالسامر باخر الكليب شي انه انا اذا بقيت هوم ممسوك فيه واذا راحت لهنيك ممسوك فيه خلص فانا انا عارف وين رايح فاذا بدي طلع الامور واتعامل معها بناءا وكيد منه شي سهل منه شي سهل مش عمقول نحنا بشر ومنحزن ومنبكي ومنقعد ومنعاتب رب نلو زعلان بس بالنهاية كمان بدنا نصدق بالوعود اللي موجودة انه كل شي يا رب بدي اعمل للخير وانا هيدا برأيي التوجه اللي كان فرق بحياة سامر وبعيلة سامر انه هو عن جد ابر الموضوع ومشي وكان عم يجرب انه يا رب اذا كان بدك تسمح اني انتقل ولا لا انا بدي اشهد عنك وبيدي اختبرك بدي اختبر الخير اللي انت بتقوله واختبر واختبر وخلانا كلنا نختبره